موسيقى أسعد الله وقاتكم مشاهدين الكلام بالخير والمحبة وهنطل عليكم بحلقة جديدة من خلال شاشة وطن وبرنامج وطن سبورت حلقة مختلفة بأحداثها بتفاصيلها كثير من المرح نتحدث على مدار ساعة تلفزيونية البداية من أهم الأحداث اجتمع الاتحاد العراقي لمناقشة دوري اللاليقة أقد اليوم الاثنين اجتماع بين عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم أحمد الموسوي في مقر الاتحاد مع ممثل اللاليقة كارلوس والمدير التنفيذي للرابطة دوري المحترفين العراقي لمناقشة العديد من الأمور المرتبطة بانطلاق دوري المحترفين وفترات التوقفات الدولية وقال عضو الاتحاد أحمد الموسوي أن الاجتماع مع ممثل لا لغة مستمر بغيت انضاج جميع الأمور الفنية والإدارية والتنظيمية المرتبطة بانطلاق دوري المحترفين الموسم المقبل وأضاف اجتماع اليوم أنه تم التركيز على الجوانب المتعلقة برزنامة المباريات مع مراعاة فترة التوقف الدولية ومباريات منتخبنة لأن بطولة الكئس كان لها حيز من النقاشات من أجل وضع مبارياتها ضمن المنهاج المعد لإقامة منافسات الدوري وعدم التأثير على انسيابية إقامة المباريات للمسابقتين بما يتلام مع مختلف الاستحقاقات وأكد أنه أحمد الموسوي أنه الاتحاد الكرة يعمل مع رابط الدوري على أن يتم أنه الدوري المقبل بتوفير جميع المتطلبات والمستلزمات وظهوره بشيء يليق باسم الكرة العراقية يعني إحنا كنا نعرف أنه دوري اللاليقة هو صعب أنه أنت تطبط حاليا لكن ممكن خطوة أنه يكون 20 فريق من المستحيل حتى 16 يعني أنت اليوم ممكن تبدي بـ 12 فريق لكن بقية الفرق أنت شون رح تقنعها تعرف أنت أنه الهيئة العامة وغيرها ممكن هاي اللي تسبب لك مشاكل لكن أنا أشوفه اليوم كرأي أنه أنت تبدي بـ 12 بزايد بـ 14 فريق ممكن ملاعبك رح تساعدك ممكن الفار رح يتواجد وهاي خطوة بالاتجاه الصحيح ممكن نبدي بخطوة في هذا الموسم ممكن المواسم القادمة أنه إحنا نكون أفضل بنفس الوقت ذكر أنه من خلال البيان أنه هم مهتمين فقط بالفترات الاتحاد الدولي أو مباريات الدولية لكن المفروض أنه يفهمون العالم أنه إحنا عندنا مناسبات عديدة عندنا مناسبات دينية عندنا غيرها من مناسبات هاي الدورة يتوقف بيها هاي لازم أيضا أخليها بالحسبان أو أنزل بيان أنه في كل الظروف اللي مر بيها البلد لا سامح الله ألا الظروف الطارئة أنه أنا الدوري ماتي يسير ماكو توقف أكو زيارة أكو مناسبة دينية أكو غيرها أنه أنا أكو عطلة أنا أمشي الدوري هذا الشي ما لدخل بهذا الموضوع فهذا الموضوع ضروري أنه يناقش لأن إذا أربع خمس مرات أجلت الدوري هاي أنت راح من عندك تقريبا شهر فهاي الأمور لازم نناقشها أنت أم تناقش فقط مباريات فيفا داي فأتمنى من الاتحاد العراقي المحترم أنه يخلي الناس بالصورة ويخلي اللالية بالصورة بالأخص بهذا الموضوع أيضا أكو وفد يعني هو نفسه وفد الدوري المحترفين زار ملحب الحبيبية راح نروح نشوف هذا الفيديو ومن بعده نرجع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من الزيارة لملعب الحبيبية يعني طبعا أأكد أنه أغلب ملاعبني أنه ما كان أكوهيش ملاعب بالسابق لكن اليوم من متواجدة إحنا فقط ينقصنا التأهيل ينقصنا المتابعة من أنت ثلاثة أربع عندي تلعب على ملعب هاي ماكو بكل العالم بس بالعراق بنفس الوقت أتمنى هاي الملاعب يعني تنطوها الشركات ذو خبرة شركات إلها مكانتها شركات حقيقية حتى المواد اللي تجي من خلال هاي الشركات تجي مواد يعني على نوعية عالية مو متل اليوم إحنا والله هذا الملعب يبنوه بأقل أو هاي القاعة يبنوها بأقل سعر خل نجي بالشركة الفلانية حتى تطيق الفلان كذا مبلغ تمشي وتطيق فلان حتى ما يحتي هاي رسالة لوزارة الشباب والرياضة والهندسية والأقاليم والمالية انتوها الشركات تعرفوها ش تشتغل مش تغلعتكم بالسابق ومقدمة يعني قبل فترة أنا شاهدت قبل عشرين سنة أكو أحد الشركات مش يعني عموا بابا وقدم لها شكر هاي الشركات وين هي ليش ما تبحثون عنها ليش ما تطعوها العمل ليش نروح نطي شركات الأشخاص وهاي الأشخاص تطيها الأشخاص والظلم الشخص الشخص وما تكمل هاي الملعب هسه هذا ملعب الحبيب ياش كم مشكلة صارت بي ودولة وناس وعالم تقابر وضغوطات هو هو أبو الشركة مو مو اختصاص بينما أروح الناس هم اختصاص بالملاعب وأشرط من ضمن العقد لازم أكو إدامة كل شهر كل ست شهر كل سنة هذا يصير شرط من ضمن العقد اللي يصير لبناء الملاعب أنت ما جاي تبني بمليون أنت جاي تبني بمليارات بعد ما منفتح الملعب المصعد عطل بعد ما صار اللي حبتين تلافيه الثية الخراب بعد ما قاعد جمهور الكراسي تكسرت هو هذا شغل هي هاي شركات هاي عاقبها هذا شغل دولة اليوم أبو الشركة ما يلتزموا ياه وما يوفر لي نفس المعايير لا حتى حتى أوصلها إلى الرأي العام وإلى الحبس أنا جاي أمطيك مليارات أنت تروح تجيب لي أكون نوعية بمئة دولار وأكون نوعية بعشرين دولار أنا محاسبك على المئة دولار أنت تجيب لي الموال عشرين دولار وتجي بس هاي تفاصيل على وزارة الشباب والرياضة قادم الأيام رح نتحدث بيها ونخلي النقاط على الحروب بالذات بعض الشركات المتلكئة يعني إحنا اليوم نريد نتطور لازم أكو شركات على مستوى عالي تشتغلنه شباب بعش عدنا بالمتابعات أخيرة تمام نادي الميناء القضاء بسبب خارق أو أمور كثيرة قانونية عادت الدعوة وحلت الهيئة الإدارية الحالية لنادي الميناء وهذا الكتاب اللي انشاهده الآن أنا اللي أستغرب عليها يعني أتمنى اللجنة الأولمبية ما تزعل من تشوفون هاي الأمور انتو وين دوركم يعني من اليوم ما يحضر ممثل اللجنة الأولمبية صار أربع خمس تشير هاي الميناء يشتغلون وجابوا لاعبين ووقعوا مدربين وممكن حدهم بقيتها العاب زين انتو ليش ما من البداية قتلوا يا بترى ما يصير هاي شنو كل كلمة والله أنا رح أروح للقضاء رح أروح للمعرف شنو رح أروح للتميز مع احترامي للقضاء ولكن هاي أمور رياضية وصدقوني اكو أنديا رح توقع بسبب هاي التصرفات وأنديا على مستوى عالي بالعراق وأنديا جماهيرية لأن اللجنة الأولمبية ما تعرف وين تريد توصل يعني صار أربع خمس تشير تشتغل الإدارة وانت اليوم تيجي تقول بقرار تمييزي من المحكمة أنه نرجع لهاي الإدارية حل هاي الهاي الإدارية ونرجع لهاي الإدارية اللق وباتشر عقبة الزورة نفس الحالة وبعدها الجوية وبعدها غير أندية يعني هاي مشكلة اللجنة الأولمبية شنو دورها الاستاذ رعد حمودي محترم ورياضي وأنا متأكد واحد من الإداريين اللي يعرفوا بكل شي ليش دتوصلون الرياضة لهاي الأمور ما أعرف أنا أستغرب إدارة الزورة عليها مشاكل إدارة الجوية يهل يجي يهدد هابا يقول لها أنت مو شرحي وهابا يقول لها أنت غير قانوني هاي شون هاي ما أقول لها رياضاتنا وصلت لهاي المرحلة ما كو ناس تقعد تخلي قانون حقيقي يوميا رايحين قضاء ومحاكم وكأنما مو أندي يدكاكين مو اتحادات بالفعل هذا اللي جايين شاهده مهزلة بالرياضة انتخابات وصرف فلوس وقاعة ومؤتمر وسمي كوادر وبالتالي سرح تجي هاي الإدارة رح أطلع الكادر وطلع اللاعبين ليريد يبقى يبقى لما يبقى براحته وهمينا بعد 4-5 شهر من يبدي الدوري يرجع جليل حنون لو يرجع شوف منه هاي شون هاي كلام كثير لكن مباشرة عرح بي ضيفي المتواجد ويايا واحد من المدربين الشباب الكابتن تيسير عبدالحسين حياك الله كابتن تيسير وحلا وسهلا متواجد حياك الله حبيبي كابتن نبي هاي شون تحيشون بالرياضة صار لكم هاي الفترة كلها شان هيش قبل مشاكل وتقبطات تيسير لا مجالة الهي الإدارية معروفة يعني ماكو تجي هاي إدارية ثانية وها غير شرعية وها شرعية بس هسه شنو الهندية الهندية اللي بيها مال كثير يصير عليها هاي إدارية وهي إدارية سابقة وصير مشاكل اها هي هاي معروفة ترى يعني ستتضرب يعني ما كانتكو مصالح تيسير لا ماكو ترى الهندية معروفة خاصة النادي يدعمه شخص واحد مو مثل مدعوم للوزارة شخص واحد شخص واحد يدعم النادي او استقطاعه بسيط بس قبل هم كانت أنت يا هواية لا ما كانت المبالغ بسيطة وكانت المحافظات كل هات المبالغ بسيطة أثرت المبالغ طبعا يعني هاي المبالغ يعني مبالغ خيالية زين غير لازم العمل يكون أفضل الأداء يكون أفضل إذا المبالغ خيالية المفروض الإدارة تقدم أفضل اللاعب يقدم أفضل وهي المشكلة هسه يعني مثل أنا اليوم أشوف الإدارة تشتغل صحيح لازم تبقى ثابته تعمل هالسنة إيش قد يلها مدة أربع سنين وراها تجي دارة ثانية تنافسها لازم السوء الأفضل من الإدارة الأولى إحنا ما عدنا هاي الأمور زين هاي سببها القانون لو كل من وجماعتها وقروباتها وهاية العامة تبقى الهيئة العامة هي تتحكم بالأمور يعني سنت ضربتها مثال الميناء هس الهيئة الموقتة نعم يعني جابت مدرب ومشت وفريق وهاي وجدت الهيئة الادارة السابقة طعنت بالهيئة المواقتة شين الخلل هاي صار سنتين تلافر الخلل وين يعني أكو قانون خلل به مو صحيح لازم يعني الميناء فريق جماهيري اي طبعا هي شوف خانا أقول لك شغلة الميناء هاي صار كل سنة يعني قبل سنتين وهما نزلوا درجة أولا من وراه هذا الوضع سرعتهم مشاكل بين الهيئة الادارية تنتقل للمد كادر التدريبي بعدين تنتقل لللاعبين وتحسهم يوقعونه بمطب يعني صعب يطلعون من يم مهسن العام هم مطب حتى تأثر على الفريق تايسي طبعا هاي شوف خانا أقول لك شغلة أي خلل بالادارة رح يأثر على الفريق يعني جوزي اليوم انت تيجي نبيل تريد تدعم الفريق تجيب لك لاعبين زينين تستقطب لاعبين زينين الهيئة الثانية لا تريد تنزل الفريق تظل تدور مشاكل كل ساحة تطعن بالادارة المواقتة فصير مشاكل قبل ما روح لي مباراة الزوراء والقوة الجوية وهي التفاصيل تجربتكم لخير مع نادي الصنها كيف تنظروا لها تيسير وليش تجاسفون هل كانت مجازفة بصراحة لا هي خلنا أقول لك شغلة هي كرة القدم هي عبارة عن مجازفة يعني انت اليوم من تريد تستلم يعني مثل جيت انت بآخر 15 مباراة أو 16 مباراة إذا ما تستلم يقول لك ليش أنت مدرب أنا اليوم مدرب خير أستلم مقاومات تتنجحني مقاومات تتنجحني خنا أقول لك شي كابتن نبي أنا اليوم مني جيت للصناعة عدتهم مقاوماتهم بس عدتهم يعني شنو مرات الخامل بالفريق ما تساعد يعني المقاومات أكو هيدارية تدعم الفريق أنت اليوم تحتاج للاعبين ملاعبين صح أنت جيت بالموجود أنت قلت هذا الفريق الموجود مرات أنت من تجي تشتهد وتريد أنت تعبر مرحلة بس يعني إحنا سعينة معنا هذا الصناعة يعني تعرف إحنا من 15 مباراة حققنا 12 فوز يعني بعكس المدربين المحترمات المسابقين صادق وخالد لا مرحلة ونصف ما ما محققين هاي النتائج فأنت تقول أنا قدمت العليه وذا ما تستلم مجازفة كانت إيه كانت مجازفة بس أنت لازم تشتغل مدرب لازم يشتغل اليوم المدربين ما يشتغل يقولوا لأنت مدرب جبعا أها خاصة المدربين إحنا لاعبين المدربين بس أنت ما أضرب لك مثال المدرب الشاب وين تجي فرص قليلة ما تجي ترى بالجوية بالزوراء بالطلبة بالطلبة فرق خامة جيدة تجيك بالفرق الأدنى أنت تقول أنا اشتهد بهاي الفرق زين هاي الفرق شنو تحتاجه فقط لاعبين على مستوى لو تحتاج لمدة طويلة تعمل معاهم ممكن تخلق لهم لا أنت كل ما يصير استقرار فني وإداري تقدر تحقق نتائج طيب أضرب لك مثال الوعي صلاح صالنا موسميا بالكهرباء إدارة مستقرة كينادي كهرباء كادر مستقر لاعبين مستقرين فاشوف فريق يمشي طبيعي ماكو ضغوطات جماهرية همين لننساها مرات الجمهور يتحكم بالفريق لسأنت إذا تضربه مثال المحافظات الجمهور يتحكم بالكادر التدريب أو الإدارة صح المحافظات هاي الجمهور يتحكم بي نقول لك أن ديها جماهرية كافتر نكون واقعيين على مستوى تشوف الجماهير تتحكم بي إنتسا حتى إحنا خنا أقول لك شغل إحنا حتى الصناع إحنا مني جينا أكو مشاكل كانت بالإدارة بس مظاهرة إحنا مني جينا مرحلة تقريبا ثلاثة أشهور إحنا بل الفريق رئيس النادي ما يجي للنادي ما يجي زار الفريق شنو الخلل أكو مشاكل ليش إحنا بال المدربين السابقين مع صادق مع احتراماتي ومع خالد محمد صبار كان رئيس النادي متواجد 24 ساعة بالفريق ويدعم الفريق صح فأي أشوف خنا أقول لك شغلة مرات تجي تصير مصالح مو تصير يعني مثل أنا اليوم أريد أنجح هذا الفريق تصير مصالح شخصية زيان أنا أعرف ككادر أنت مو سهل توافقون على استلام مهمة بالذات كابتن قصي يعني أنا أعرف أنه أنت كلش قريب حدي لكن أخذتوا بالفعل قرار بعد ما تعملون إلا أكون مقومات نجاح بعد الصناعة أو عدي معلومات رادوكم الصناعة تستمرون لكن لازال الأمر يعني مربكعتكم ككادر تدريبي مو مربك بس إحنا كصناعة مثل إحنا من نجينا للصناعة كانت أكون مقومات نقدر ننجح به كفريق كإدارة بس من نجينا دخلنا بالفريق ماكو كانكو دعم يعني الوحيد البنادي كان يشتغل محترماتي للنادي الصناعة بس فالح موسى وشامي البقية كلهم مبتعدين إدارة مبتعدة أنت اليوم شوف مايريدون نجاح أنت اليوم شوف النفط كانوا نفس المرحلة إحنا وياهم نفس الخط صح بس النفط نجح ليش اشتغلوا بروح وحده اشتغلوا بروح وحده إدارة سندتهم لحد آخر نفس فأنت من تريد تنجاح أكون مقومات للنجاح كإدارة كآدر تدريبي كلاعبين على هذا الأساس إحنا جاني لقيل المحترفين إحنا مو محترفين إحنا خمس محترفين جايبين بالصناعة ما يلبون الطموح المحترفين شخص واحد بس اللاعب المحترف الغاني خياركم روبين الوحيد هو كان جيد بالمحترفين البقية يعني مختياراتنا بس مني جاني لقيل المحترفين ما يسوي لك فارق أنت ولا لاعب المحلي لعشون يختاروا صعب اليوم خيار المحترف المحترف صعب هس المحترف بالعراق صعب لأن أمرات يشوفوك فيديوهات مو هذا المحترف عشانه ويجي للبلد ويجي ويشوفه مرات هما يصبح المحترفين المرحلة الأولى للصناعة تقريبا جابوا أربعة محترفين أربعة بعدوهم يعني أكو بثنين منهم هما أكو واحد كان مصاب مصاب بركبته والثاني يجي عنده صار عنده شي اسمي بالفحص الطبي ما نجح بس أنت مرات تقول أنا مدرب شاب لازم أشتغل أنا اليوم إذا ما أشتغل بالساحة شو وقت أشتغل بس النجاح مطلوب منكم مطلوب مو أنت إذا تخفق تحسب عليك مطلوب بس إي تنحسب علي بس أنا لازم أشتغل أنا لازم أمارس عملي شو وقت أمارسين أنت اليوم ما أدك فرصة الفرص ترى قليلة بالعراق خاصة المدربين بس قابتني المدرب صاحب الشخصية واليشتغل الناس تعرفه يعني اليوم يعرفون شنو شغل القصية يعرفون شنو شغل أحمد خلف يعرفون شنو شغل أحمد صلاح هو دربين الشباب ترى أنتم معدودين بذات اللي يشتغلون لا هو يبقى المدرب يسعى أنا كمدرب شاب أريد أسعى أريد ألب طموحي اليوم أنا هو لازم يخفق المدرب الشاب يعني الخبرته بعت قليلة اليوم المدرب الشاب ترى مو مثل المدرب مثل صاحب نجازات صاحب نجازات مرة عليها هواي أمور صدقني إذا أكو أدوات ينجح طبعا إذا أدرأيي نادي بحجم الجوية بحجم الشرطة وعند العناصر المميزة صدقني تنجح ممكن تأخذ ثاني ثالثة يعني أنت فادم الرمض طبعا وهي سنة عن سنة أدرأت تجربة عندك عناصر تنجحك بينما أنت تروح تدرب لفريق ما تعرف نوبة تلعب اللاعب بالوسط نوبة تلعب ارتكاد إذا أصر عندك حلولة قليلة مثل مرات من تجي بالفريق اللعبين نجوم لاعبين منتقب تلقى عندك حلول هو تمام نتحدث عن مباريات اليوم مشاهدين الكرام ما شاهدنا في مباراة الزوراء والعربي الكويتي بصراحة يعني نتأسف على أداء اللي يظهر به الزوراء والبعض سيقول لك هاي أول مباراة والزوراء بعدها ما مستعد لهاي المباراة لا 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 الموضوع مو قصة الزوراء وأنا دائما أقولها حتى المدرب اليوم اللي يشاهد المباراة هذا الزوراء ما يحقق سابع بالدوري العراقي بالدوري العراقي تشاهد الزوراء اليوم فريق ممكن جاي فقط يلعب مباراة كرة قدم وروح شاهد مباراة القوة الجوية الشاهد أكو لاعبين تريد تقدم تشاهد أكو روحية تشاهد الكل تريد تفوز اليوم بالزوراء أمين تبدي من حارس مرمى من مدافعين من وسط ما موجود بالزوراء من خط حجومي هذا الزوراء اللي كل سنة يصدر تاريخ للكرة العراقية كل موسم اليوم مباوع هذا حال الزوراء ما أقوله يا كابتن فلا حسن حسن أنت راح تزعل و تشيلونه بقلبكم أمي عيب هذا الزوراء هذا التاريخ روح جيب لاعبين ما عندك فلوس بطل وقعد أمي عيب هذا التاريخ لا تنزلون تاريخه خلي الرجل على رجل والوزارة تبقيكم فلوس وبقد هاي الفلوس تروحون تجيبوا اللاعبين وتجون أمي عيب عيب هذا تاريخ الزوراء روح جيب تجار روح جيب ناس تدعم النادي خافك أعلاميين يخافون يحشونوا ياكم أو ما توصل رسائلهم أو تزعلون منهم عم يزعلوا هذا تاريخ بع بع نادي القوة الجوية رغم المشاكل الإدارية الموجودة بي رغم البعض يتحكم بالنادي لكن باوع من أكو مباراة تحس أكو مقاتلين بالملعب ملاعبين هذا نادي القوة الجوية دقي 85 روح شاهدوا حالة الهدف الثاني شاهد مهند عبد الرحيم الشوني قاتل اللي ما قدرتوه روح شاهد على عبد الزهراش قدم بالشرطة وكثير من اللاعبين صح الزوراء اسم وتاريخ لكن لا تتعاملون مع الناس بتعالي انت الزوراء شنو اللي مقدمة للزوراء من المعيب الزوراء يظهر بهذا العداء اليوم العربي الكويتي لو فريق يعني مع احترامي شوية بيروح يغلب الزوراء تلافة مع الأسف اليوم تباوع مباراة الجوية وتباوع مباراة الزوراء والله يعني فريق الجوية يرفع الرأس موت عادل لكن انا اهني اللاعبين والروح القتالية لهم حتى اوزانك اللاعبين بالزوراء حتى اوزان عدهم عمي اذا هشكرة القدم احنا هم نسوي اعداد ثلاثة شهر ونبطل والروح نوقع بميتين وبثلاثمية شنو السالفة عمي عهد هذا فساد هذا تلاعب بمشاعر جماهير ما اعرف يعني يعني ويا من تحكي ويا من السولف فريق اسمهان الايراني يعني مو فريق سهل لكن الجوية لعبوا وقاتلوا وقدموا تجي تباوع ع الزوراء ماكو روح انت عندك حسن عبد الكريم هو افضل لاعب بالمباراة تجي تبادله اساني ماريد الدخل مااني شغل بالامور الفنية لكن اللي يباوع يفهم هاك باع الهدف ما للقوة الجوية باع الروح مخرجنا ممكن ترجعلي على الهدف باع الروح ما المهند عبد الرحمن الشون الشون راح وقطع الكرة ولعب باس وقدم ما اعرف كابتن تيسير تنقهر على ما تمر به هاي الاندية مثل الزوراء الجوية الشرطة انتم مثلتوا هاي الاندية اي بس وشنو السبب السبب هو انتسع عصر بالحياة هو شنو المادة المادة الزوراء ما عده مادة يعني هسا يخلنا اقول لك شغلة ما جاي يستغطب لاعبين لان ما عده مادة قوية حتى يقدر يستغطب لاعبين ما العلم هو كان الزوراء كابتن حتى طريقة التعامل والله الحظيم ايه التعامل هم شغلة اساسية صح له غلا اليوم انت مدرب اذا ما اتحامل لك بطريقة واكسبك واجيبك للبرنامج ما تقدرني لا بالعكس صح هو كهسر كمت كهسدريب يعني حسام يعني المدرب من المدربين الجيدين بس كلها عبين محترامات للزوراء مو ذول اللي مثلون الزوراء يصيراني اجيب كابتن حسام اوقع سيسة بعلاعبين يلا هي خنابلك شغلة كابتن اكو امور تصير يعني انت مدرب بنفسك ما تقبلها مو المدرب خنا اقولك شغلة المدرب تأخر بالتسجيل يعني خاصة فترة نعم يعني مو مثل بداية الموسم انا اليوم من عندي بطولة لازم شنو اعد استعداد من البداية منو مخلي مخلي راسم خطة عمل منو المدرب راح اجيبه منو اللاعبين راح اجيبهم على ضوها يا الله صح حتى اقدر اتحكموا باني الامور انا مو باقي للبطولة تقريبا شهر واجيب مدرب وين المدرب يلاحق يسوي وهس المدرب يعني حتى حتى المدرب هس ما يقدر يسوي شيء للزورة اول شيء دادة فقير اثنين ما عنده استقطابات جيدة للزورة يعني انت حتى مرات مني تريد تجيب لاعبين لاعبين يجيبهم خامة تخدم الفريق حتى المحترفين اليوم من شفتهم مو ذيك الخامة يعني الجوز من اول مباراة ما يبين بس هي المشكلة جاي احتيلك يا فرق بين الزورة والجوية فرق وهو مثل لاعبين الجوية افضل يعني اكو خامة جيدة اكو لاعبين جيدين لاعبين منتخب اولمبي اذا لا منتخب وطني انه هو لاعبين جيدين الزورة هم بي ترع ما بي لاعبين يعني انت خاصة الزورة الزورة من العام يعني ترى علي جاسم أول مباراة إلى جماهيرية خلي نقول هي بس علي جاسم صح راح تقول لي لاعب أولمبيا أو شباب مثل أولمبي من يجي يجي باسم الأولمبي يعني عنده واللاعب جت عروف خيالية فاليوم من يلعب يلعب بثقة عكس اللاعب هسا الجاي للزورة اللاعب الجاي للزورة مو لاعب خامة يعني شهدت المباراة حتى له يعني مثل لقطات من مال الزورة هذا فريق راح ينافس دوري ينافس شرطي ينافس جوية ينافس طالبي هو مو هسا ما تقدر تتحكم بالفريق الأول هو حوش مبينة كابتن انت اليوم تباوع بايش تباوع علي جاسم تباوع رسلان لا لا مرت تباوع همام اي لا لا الأغلب مقابل عليها بس يقدم مباراة مرات كابتن الأسماء مو كل شي بس أكو أمور تتحكم بالفريق يعني فريق يعني مثل نقول عمود فغري الزورة لحد الآن هم خللهم للعام بالدفاع من احترامات المدافعين يعني هما ما جابوا لاعبين على يعني مثل الزورة بالخط الدفاع يعني انت هسا خليلك الدفاع من العام الزورة كل مبارياتهم كان يقوم بس يطيه هداف عكس الجوية هسا الجوية شوف حتى لو هكو خلل بالدفاع بسيط بس عدة فريق يقوم صح فما يبين الخلق يمشي الفريق الزورة لا الزورة ما عدة فوق يعني من اللاعبين اللي خلصوا لك المباراة في الوسط ما كو كارت التيسير المتعرفية بداية خاصة بداية مباريات هاي هم هسا لت تحسبوا لي عن مباراة الودية المباراة الودية لا طبعا اليوم مباراة الرسمية هاي مباراة اول مباراة للزورة تحس يعني فريق عنده حيازة عنده بس ما عنده حلول فوق خاصة على الهدف ما عنده حلول كفريق عنده حيازة عنده حيازة يعني بتحكم بالمباراة بس كورس على الفريق يعني على الهدف ما عنده مع العلم الفريق العربي مذاك الفريق اللي يجAL خاما قويا سبحان أقوى طبعا فرق ذيكه أبطال يعني هاي كمجموعات احنا نقول المباراة خاصة نساء اليوم الزوراء يقدر يعوض بالمباراة الجالية المجموعة تنم مجموعة قوية عكس الجوية الجوية ترى مجموحة قوية ممكن مباراة لقمها الاتحاد احتمالو او الفريق الوزباكي حتى الفريق الوزباكي هاي مجموحة الجوية نعم مجموحة بس الزوراء لا يعني نوعا ما اللعب بالعراق بصورة عامة يفيد اليوم الاندية العراقية لو فقط في بغداد مثل الزوراء الجوية الشرطة كابتن تايزين واليوم الزوراء الشغلة الاولى ممنوع من الجمهور هاي شغلة اساسية يعني داعم قوي صح الجمهور يؤلمه طبعا اثر اثر اها الزوراء ترى يلاعب عليه جمهورا جمهورا يعني يطي شحن خاصة ان احنا چنة بنعرف يعني الزوراء الجمهور حتى لو اللاعب نايم يصحوه اها هاي معروفة من قبر ما تنبغطون يعني انت كلاعب لا بالعاقس ما يضغطك الجمهور الجمهور هو اللاعب هو اللي الجمهور اللاعب الجيد يدور جمهور ده تقل اللاعب يخاف من الجمهور اللاعب الجيد يدور جمهور لان الجمهور رح يطي دعم ودافع يقدم افضل ما عنده اذا كان هو جايري دي يقدم 80% 85% الجمهور يوصله للمية هاي الزوراء الزوراء حتى تجوية حتى الشرطة بس قلت لك اسمها الزوراء مو اسمها يعني مثل باسم الزوراء تليق يعني باسم الزوراء زين اليوم الزوراء شنو اللي يحتاجه برعيك كمدرب يعني اول شي يراج للاعبين مدافعين يعني احتي لك يا مدافعين يراج لك قلب الدفاع يعني لاعبين محترفين يعني اليوم منها لده يجيب محترفين اول ما بدي أبدي بالخلل مالت وين كان الخلل العام خللي بالدفاع أبدي بالدفاع يعني ما يجيب مهاجمين وعد من ورا مكشف شون اي كرة تروح علي يقوم هو حتى مهاجمين اليوم ما عدي اي بعد المهاجم ومن نقول هذا المهاجم يعني بعتهم ذول المحترفين بعتهم ما ماخذين جو المباريات بعتهم ما منت نسجمين مع اللاعبين انه هو ترى مصعد لهم هواي حتى فترة الاعداد فترة قليلة زين تواجد الفار خطوة مهمة تيسير طبعا ام ظلمت ومن دربت واندي بسبب الفار تجي كواي بس مرات تقول على الفريق علي وعلى المنافس صح اي بس اليوم لا اليوم اكو استحقاق اليوم اكو فار يطيك استحقاقك يعني هو واسح حتى القانون الجديد يضيف هاي بمتعة كرة القدم الفار لا بالعاكس اها جاب لك استحقاق هاي كرة القدم اخطاء هي اخطاء الفار تواجده ضروري اي لا ضروري المرات الحكم يعني نحن نقول الحكم الله يساعده ما محصول من الخطأ بس مراته قحالات ما يلحق له خاصة المرات يصير جهد عالي الحكم رايح قاطع مئة متر وراجع مئة متر تركيزه يقل يعني احنا نعرفها مو مثل اللاعب اللاعب مرات الجوز يقطع مسافة يرجع على كيفه هلو لحد ما يغطى بكان اكو لاعبين يغطون بكان بس الفار يعني ضروري وشغلة ثانية اذا دخلت ما للوقت الاضافي شقدتها خير اها هاي افضل شي حتى بعد شنو تصير صير متعة بالمباراة اليوم شقدتها تري تأخر تسع دقائق عشر دقائق رح تطينيها استحقافي يعني ضروري مثل ما صارب كاس العالم ضروري حتى بعدها اي فريق هان اليوم اعلم فريقي حتى الفريق مونتي علم اليوم لا تأخر مباراة لا تأخر اللعب يعني من التأخر رح تنحسب عليك ابدي يلعب ايا ترى المباراة متعة اصبحنا من لعب شوت واحد تسير مو بس من لعب احنا حتى تأخر الحارس الحارس تأخر اللاعب تأخر هاي كلها امور تدخل بها بس هسا اذا انضافت هاي الامور هاي تطور انت اليوم من تريد تطور هل عشون تطور هي هاي الامور تطورك لان انت اليوم رح تلعب بطولات خارجية هاي كلها مطلوبة من يمك وانت ستجايش شاهد الدوري السعودي والدوري الإيراني والدوري الإماراتي تطور انت اليوم من تريد تطور هاي احنا تطورنا قادرين نتطور تسير؟ برأيك عمل الاتحاد صحيح اذا ستتكاتف نقدر نتطور بس اذا صير منافسات ومنازعات لا ما نصير احنا اليوم عندنا بالوسط للرياض منازعات هواي انا اليوم ما احب نبي لي يفوز ما احب نبي لي يتطور ليش؟ لان راح تنحسب النبي ما تنحسب التيسر عبدالعسيان صح المفروض لا المفروض انا اليوم نبي لي يتطور انا ادفعه اسنده ليش؟ بعد شمي راح تنتحول الي نبي لهم راح يدفعني ميسم لدني اذا ما نتكاتف احنا كأندية كجمهور كاتحاد ما راح نتطور احنا اليوم ما ردي تشتغل بس ايد وحدها كلها تشتغل بس اليوم من اشتغل اشتغل ضمن خطة عمل مو بس انا اشتغل اليوم مو بس نبي لي يريد اشتغل حتى تنحسب هذا عمل الاتحاد له الأندية عمل الاتحاد والأندية الاهم الاهم الأندية مو؟ اي انه انت اليوم ابني فئات عمرية ابني ملعب الأندية اليوم كادارة اليوم الادارة تتجرد من كل الامور تبني لها نادي انا اليوم اريد اصويلي مؤسسة صحيحة حتى ليش انا اريد انجح انتم مستمرين احسن انتي صارها مستمر يعني مثلش قد خمسين سنة ستين سنة بس خليصيب لي انجاز انا اليوم اقول اليوم النادي النادي الفلاني سوى انجاز سوى ملاعب سوى فئات عمرية اسس فئات عمرية صحيح احنا سمونه نحن نحنشع القاعدة 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 ترتب ديبين دي قبل الشون جنت لاحظكم ناعم لا نتمرن صح نتمرن عسنا قبل تن اكو فئات عمرية اكو دوري حقيقي قبل تننا نتمرن عسنا بالكرخ يتمرنون الشباب والناشين يتمرنون بالملعب لا حسنا شوف يهل عند فئات عمرية حقيقية تشوفها مميز الكهرباء الكرخ صناعات الكهربائية عنده فئات عمرية يمشي يمشي صح حتى بالدوري الممتاز ايه لا لا هو انا بقول لك شغلة الفئات العمرية انت عندك اليوم من تأسس فئات عمرية تمشي انا اليوم من نأسي الشباب من الشباب اصعد لثلاث لاعبين اربع لاعب للفريق الاول ابل ما وقع بمليار راح شي صير عندي راح يصير عندي منافسة اللاعب الشاب راح يريد يطمح يصعد للفريق الاول هاي شامت موجودة هسه ما دور اللاعب الجاهز اللاعب الجاهز ايش قد يخدمني سنة سنتين وراح ينتقل لغير فريق وانسه شفت صح راح الولاء ما خلنا اقول لك شغلة كابت النبيل هاذو الولاء لا يحكو لعلي ما الولاء هو ولاء اهه اليوم انا لاعب اللاعب اليوم اكمل امور المادية يالله ليش انت اليوم من تنصب ترى ما حدي يباوع لك احتيلك يا صراحة ما حال يدك بابك ما حال يشيل عليك تلفو اللاعب الينصاب ذاك من ذاك النادي يبقى قبل شو تشنت قبل انا اقول لكن مشكلة يا لحد يقول لي خوف وهذه قابت النقبل اكو روحية اكو روحية امو اللاعب ما حدا شي عنده الطموح يريد يوصل للمنتخب لا تنسي احنا ترى ماكو لا موبايل لا هاتو تواصل الاجتماعي سهر ماكو هذاني كلين ما موجودات فاللاعب عنده طموح يريد يوصل للمنتخب الوطني او يريد شنو يريد يحترف برا هسه احنا صالت هاي الامور موجودة لانا احنا تيسمتها تحترف برا انت المبالغ البلع اراق افضل من البر لا وهسه سهولة تتلعب بالزوراء والشرطة والمنتخب جدا صح؟ اي طبيعيا ما هو انا يقول لا صالت الوصول للمنتخب سهلة وللزوراء والجوية وللطلبة هم سهلة والله خلال تنقهر اكل عابين شووهم بالندية جماهرية تيسم لا ما تنقهر نقول هاد وجهة نظر المدرب اليوم مدرب مقتنع ابنبيل يمثل هذا الفريق بس قول هذا اللاعب من يوصل للندية جماهرية يلطي استحقاق للندية جماهرية قوال لعل جاي يقول اي онي اليوم من العاب بالزوراء ترى الزوراء مو شي شي سهل اليوم من العاب الطلبة او الجوية او الشرطة مو شي سهل تمثلت الشرطة أنا لعبت للشرطة ولعبت للزوراء عارة ولعبت للطلاباء عارة لكن مو بسهولة لعبت بالشرطة تايسية لا مو سهولة يعني أنا لعبت بالكرخ واندعيت من الكرخ منتخب شباب ورحت لعبت رديف منتخب وطني رديف بعدين يا الله رح تنمن للشرطة دعوني منتخب وطني يا الله رح تلشرطة ماذا معكم؟ لا هسا جوزي من ليندي هسا يا أخي نقول لك شو الله هسا صارت سهلة لين شنو أكو إعلام قوي اليوم أنا من نبرز بالمباراة هسا بالإعلام؟ طبعا نحن كانت قناة وحدة والمباراة قليلة ترى نقل يعني على قولة جماعتنا حتى مرة تتت قول مو أنت ما يحسبوها لك ما طالع الصورة ليه طالع غير واحد لا هسا هو يعني المفروض هسا اللاعب يعني أنا أقل لك اليوم اللاعب يقول أنا عندي حتى الأخلاق تغيرت التصرفات تيسير والله تبقى الأخلاق تربيتها كتا تربيتك لو الأموال أثرت لا لا تربيتها والله ما لا تدخل أخوة كلها عايبين عتما أموال شانت بس تبقى أخلاقها نفس الأخلاق قادم عاكو شي جديد لتيسيره قصاي والكادر التدريبية لا والله هي مرة دائمة نحن ننتظر ونشوف وين تجي بس قصاي يدخل لبرو إن شاء الله ويتوفق بهاي الدورة التدريبية هي أهمية مهمة مهمة إلي خاصة كمدربين لعبين مدربين الشباب مهمة إليهم هاي يعني تغيير جديد شي جديد مناركم التوفيق الجميع إن شاء الله وداعم إليك والأبو طاها كل كادر التدريب والأخص الشباب تستعلونه بصراحة شكراً إليك وشكراً لتلبية الدارة لا أتمنى حبيبي أشكراً لك مشاهدين السراب طبعاً تنويه بسيط حق الرد مكفول لأي شخص نذكر اسمه من خلال برنامج وطن سبورت بأي وقت ودائماً إحنا أي شخص نتحدث عليه ما عدنا غاية بس نتحدث باللسان الجمهور وبنفس الوقت ما نراه مناسب شكراً موصول لكادر العمل هذا أنا نبيل طارق في الإعلام التقديم نلتقيكم يوم قد في أمان الله اشتركوا في القناة